موسيقى هلو هلو يوم جديد يوم سعيد يا رب يكون كل خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية النهاردة حلقة ساحتك في مطبخك بس النهاردة مش بس ساحتك أو ساحتك في مطبخك النهاردة جمالك في مطبخك النهاردة هنتكلم عن الشعر وصحة الشعر احنا هنتكلم عن الشعر الصحي كل ما يكون شعرنا صحي كل ما يكون نموه أحسن لمعيته أحسن تهصقته أقل الصحة بتبتدي بما نأكل يعني صحتنا لما تبقى كويسة وبزداد في الشعر كلنا عارفين أنه بتعدي علينا فترات من الزعل من الاسترس من التوتر بتسبب تساقط الشعر الشعر من اول الحاجات اللي بتتأثر بنفسيتنا فمهم جدا انه نفسيتنا تبقى كويسة طب نفسيتنا تبقى كويسة ازاي بدغوطات الحياة الكتيرة اللي حوالينا هي الحياة كلها كده ups and downs فوق وتحت لازم نلاقي طريقة نفرغ فيها الشحنات الطاقة السلبية اللي بتبقى عندنا اللي بتزيد ساعات كده عن الحد بالإيمانيات بالرياضة بالتفكير الإيجابي حاجات فعلا نطبقها بحياتنا وقت الاسترس اصلا احنا مؤمنين واي مشكلة حنعدي فيها بصيرها تنتهي ودايما الواحد يبقى متفائل ويحاول برضو ياخد فيه بالمطبخ حاجات بتهدي الأعصاب مثل البابونج بعض المشروبات كده اللي برضو ان شاء الله احنا اعمل حلقة ممكن عن الحاجات اللي ممكن تهدي الأعصاب ناخدها بالليل ده شق الشق التاني ما نأكل الشعر محتاج غزة محتاج بيتامينات محتاج يكون حديدنا كويس اكلنا كويس وده منتكلم عنه طول الوقت النهاردة هنتكلم عن الحاجات الطوبيكل السطحية عندنا شعرنا حاجة منغفلها كتير جدا هي صحة فروة الراس فروة الراس من كتر الكريمات اللي منحطها الجل الشامبو البرودكت مننسى انه لما نيجي نعمل مسكات وكريمات انا ليه شعري مش بيمتص الفوائد ليه شعري بيقع ليه عندي اشرة عشان جلدة الراس ممكن يكون عليها فطريات ممكن عليها تراكم مواد الكيموية اللي ما منغسل ما منغسلش كويس جدا عشان كده هتلاقوا دلوقتي فيه الشامبوهات اسمها ديتوكس قولنا ديتوكس ديتوكس يعني صموم دي اللي بتعكس الكلمة يعني زي ديتسترس عكس لسترس ديتوكس انه بتنظف جلدة الراس تيجو نعمل احنا مع بعض خلطة من المطبخ بتنظف تعمل ديتوكس لفروة الراس قبل ما نعمل الوصفات التانية اللي محتاجة اصلا عشان تنفع وتدينا نتائج فروة راس نظيفة فحنعمل النهاردة مع بعض سكالب اللي هي الفروة الراس سكراب سكراب من مواد طبيعية كل حاجة موجودة في السكراب ليها دور وليها فايدة هنتكلم عنها في الحلقة فاول حاجة هنظف جلدة الراس ودي بتتكرر مرة كل عشر تيام مثلا عشان نحافظ على جلدة راسنا بالذات لما هنعمل الشامبوهات والزيوت والخلطات اللي بنعملها ممكن لما نغسل الشعر يعني ما نغسلوش لدرجة ننظف جلدة الراس تماما نحتاج كل فترة نعمل تنظيفة قوية الحاجة التانية اللي هنعملها شامبو ايوة تيجو نعمل مع بعض شامبو في البيت مغزي لفروة الراس وللشعر بيطول بنعم خالي من الكيمويات وكمان بنفس الوقت في حاجة اسمها PH Balance اللي هي الحمضية مننسى ساعات انه احنا نجيب شامبوهات فيها مواد حمضية كتيرة وكيموية كتيرة بتحول جلدة راسنا احنا تكلمنا عن فكرة الحمضي والخلوي قلنا الوسط الحمضي هو وسط تكثر فيه الامراض نقدر انه نشرب مياه من القلة ناخد بيكينج سودا تكلمنا عن الموضوع ده نحول جسمنا لاكسوجيني كل ما نكون قلويين يعني القلوية بتبقى مظبوطة بتبقى الاكسوجين اكتر الاكسوجين في كل الحالات هو بيئة صحية لنمو الشعر للبكتيريا النفعة في جسمنا فازاي حنعمل شامبو بيطري وبيغزي وبيحافظ على قلوية جلدة الراس بشكل متوازن فما بيحصلش تساط طيب غسلنا شعرنا نضفنا الفروة غسلنا شعرنا عايزين نعمل ماسك ماسك السدر شجر او ورق السدر وفويده كتير اللي هنتكلم عنها في الحلقة هنعمل ماسك بزيوت طبيعية مرتبة وكمان بزر كتان بالصبار الفرش وحواريكم الطريقة اللي نحوله زي اللي بنشتري يعني فيه تكنيك كده منقدر انه نحوله كريمي فهنعمل مع بعض الماسك المرتب الطبيعي من مكونات بسيطة جدا اكثرها هتلاقوها عند العطار اخر حاجة هنعملها النهاردة هي من الحاجات اللي بتضر شعرنا لو استخدمنا الكيمويات او مواد منها كيموية كتير الجل هنا الشباب يركزوا معي الرجالة اكتر ناس بيستخدوهم شكل يومي على شعرهم الرجالة الجل بيسأدي مع الاستخدام الطويل لفروة راس مليانة فطريات مقفولة المسام وبالتالي تساخد الشعر تيجو نعمل الجل من مكونين طبيعيين بسيطين بينعموا الشعر وبيعملوا تريتمنت وبيدوا الإفاكت او تأثير الجل من غير اي كيموية تعالوا نكتب بسرعة صحتك في مطبخك وده عنوان حلقتنا كل اربع النهاردة هنقول جمالك او جمالك في مطبخك شفتوا قد ايه المكونات الطبيعية نقدر نعمل منها حاجات كتير عندنا سكراب لفروة الرأس وعندنا شامبو طبيعي وعندنا ماسك مرتب واخر حاجة عندنا جل طبيعي وحسيب لكم انتوا تفكروا بالمكونين اللي حنستخدمهم عشان نعمل الجل اللي ما بيدر الشعرين خلص بالعكس بيغزيه وبالذات للناس اللي شعرها كيرل البنات لازم تشوفوا الحلقة حلقتنا بتتعاد الساعة 3 العصر على قاهرة وناس 2 وصفتنا لكل حلقتنا موجودة على اليوتيوب مايشو تيفي وكل حلقتنا كالعادة على صفحة القاهرة والناس على اليوتيوب صحتك وجمالك في مطبخك بعد الفاصل هلو هلو في حلقة جديدة من ميشو صحتك في مطبخك النهاردة عن الشعر عن صحة الشعر جمالك في مطبخك الشعر يعني سواء محجبة أو مش محجبة كلنا منحب يكون شعرنا صحي وما فيش تساقط وبيلمع واعتقد مع كثرة استخدام يعني كلنا حتى أنا دلوقتي بقول أنا إزاي كنت أعمل كل التريتمنس دي وإزاي كنت أعرض شعري لكل الكيمويات دي اللي لما يطر حد يجي يعملها لنا أصلا بيلبس ماسك من كتر ما هي قوية طيب حنعمل كده مضطرين نعمل كده نراحي شعرنا نغزي جلدة راسنا فروة راسنا ننظفها علشان نعمل على الأقل توازن فاكرين التوازن في حياتنا لو مش قادرين نبطل كل الحاجات الوحشة نعادلها بعدات كويسة النهاردة نبتدي بوصفة لفروة الرأس فروة الرأس مع كل التريتمنس الشامبوهات مهما غسلنا ساعات إيه منسيب رواسب كلمة الرواسب المية نفسها فيها رواسب فحتى فيه ناس تحب تغسل شعرها آخر غسلة مثلا مش مية معدنية حتى مية من القلة مية متفلترة مية كويسة لأنه المية بتسيب رواسب ما بالكم الشامبوهات والكريمات والجل والحاجات الكتير والسبغات فالنهاردة هنتكلم عن سكراب عادة السكراب اللي بتفرجوا عليه ممكن يكونوا سمعوا عنه مقشر للجلد تقشير للجلد العادي يعني منحط معامرة مأوارد وزيوت وحاجات طبيعية عشان نشيل الجلد الميت بنفس الفكرة هنشيل الطبقة اللي على فروة الرأس من الجلد الميت عندنا ايه أساس لسكراب عندنا هنا الملح الخشن احنا السكراب ده هنعمله كل عشر تيام مرة وحنحطه على شعرنا بس ندعك فروة رأسنا وشعرنا نبلل شوي بالمية في الشاور وهو مبلول نعمل السكراب ده وبعدين دقيقتين بالزبط من السكرابين هنشطفه كويس 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 ونكمل بقى الشامبو سيوميها نستخدم شامبو جنتل بسيط طبيعي لانه تخيلوا لما نعمل تأشير ونحط حاجة كيموية تبقى المسامة مفتوحة كلها مش عايزين اي اضرار عايزين حاجة نعمة زي اللي حنعملها وطرية على فروة الرأس زي اللي حنعملها مع بعض هنحط مقدار مثلا نصف كوب من الملح الخشن اللي هو تلاقوه عند العطار ملح البحري هنحط له لقاتي انا هاخد زيت جوز الهند بس بصوا ده اللي عملناه الحلقة اللي فاتت فاكرين عملنا مع بعض زيت جوز الهند احنا دلوقتي يبتدى الجو يبقى بارد لوحده بيبقى زي المرهم بدرجة حارة الغرفة عشان نستخدمه في السكرامب هحطه سنة في المايكرووين يسخن او يترى يعني يفك بس نشوف دقيقة ونقول باقي المكونات اذا الملح هدوره هنا تقشير الخشونة اللي فيه دي بتساعد على التأشير اوكي فالملح دوره هنا التأشير عندنا زيود طبيعية منها زيت الروزماري خلاص اتكلمنا عن قد ايه زيت الروزماري محفز نموه للشعر من اقوى محفزات النمو واحنا بنعمل سكرابين كده عايزين برضو نقوي فروة الرس و بصيلات الشعر فحنحط معلقة من زيت الروزماري خلو بالكم هو مش عايزينه ثاري عايزينه رطب كده تمام حاجة تانية كمان مفيدة جدا 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 وبتقتل البكتيريا والفطريات على فكرة الفطريات ممكن يعني وجود الرواسب دي تخلي فيه فطريات بتخلي فيه قشرة ممكن يكون فيه بكتيريا على جلدة راسنا ففروة راسنا فدي من الحاجات اللي محتاجين نعالجها هكلمكم النهاردة عن زيت شجرة النيم اين هو نيم اويل اوكي هقولكم حالا انا كتبالكم كل حاجة اوراق النيم دورها نتكلم لعشان ما ننساش بتقلل من ظهور الاشرة فده واحد احنا هنا لو فيه اشرة وانتو بتعملوا سكرابينج هتطلع وحتقلل من ظهورها النيم اويل النيم ده من عند العطار هتلاقوه معلقة برضو من زيت النيم كمان مزجه مع زيت الخروع بساعد في ممنع امتصاص الشعر للماء الزائد حتى فكرة انه هو بيقلل انه الشعر يزيت بعد من استحمى اتنين بيحسن من تدفق الدم لفروة والرأس بيقلل من تجاعد وتخصف الشعر بس احنا هنا دورنا في الاشرة انه يقتل الفطريات والبكتيريا وانه كمان زي ما قلنا بيقلل من ظهور الاشرة طيب احنا كده هندعكهم مع بعض الشكل ده هنحط عليهم كمان للترطيب لانه الملح قوي وحنحط كمان خل خلوه نرجع هنا هنحط معلقة خل تفاح خل التفاح بيعمل ايه؟ خل التفاح دوره هنا قاتل كمان للبكتيريا ومطهر عندنا هنا اذا زيت جوز الهند مع الملح مع خل التفاح بيخلي السكراب ده جنتل يعني بس احط معلقة كده كبيرة زيت جوز الهند دوره الاساسي الموسترايزنج التطرية الترطيب علشان كل المكونات اللي احنا حطينا هنا حادة شوية اذا عندنا خل التفاح مضاد للفطريات والبكتيريا النيم كمان بيقلل من القشرة وبيقلل من الفطريات والبكتيريا طيب احنا كده عندنا سكراب اهو شايفين؟ هنخلي جلدة الراس او فروة الراس قلوية ازاي؟ هناخد كربونات الصودة تكلمنا عن كربونات الصودة انه هي من الحاجات البسيطة اللي ممكن على كوباية مية يوميا زي الفوار ناخدها وتخلي جسمنا احنا اكلنا كله حمدي وبراكتسز او ممارساتنا يعني كدول شرق دول البحر القبض المتوسط اغلب اكلنا بيقدي الى حمدية الدم فناخد بترف المعلقة كده نص معلقة كربونات الصودة ودي بتساعد على تحويل بذات موجود الخل الخل حمدي تحويل السكراب ده بالانس يعني ايه؟ عندنا حمدية عالية حطينا قصادها قلوية عالية فيبقى فيه توازن والشعر وجلدة الراس والفروة بالذات محتاجيا ما يكونش فيه ولا بيقتش الكالاين عالي ولا السيدكتي عالية حمدية عالية او قلوية عالية طيب حابين تدخولوا ريحة حلوة كمان هو قريدي ريحة الخل بتبقى ظاهرة فيه هنستخدم زيوت العطرية اللي هي عندنا مثلا زيت اللمون زيت اللمون بيخليه كده فراش وبيحفز برضه الدورة الدموية فانا هحط بس نقطتين تلاتة كده من زيت اللمون ونرجع نقول حطينا ايه فيه وعملنا كل واحد دوره اللي بيلعبوا ايه اذا هناخد جار خلوني اجيب هنا جار فيه انا كنت احطها فين اهي هناخدها ونحط الخليط ده فيها اهو سوريا بس نفتح الغطة شايفين بيقعد عندنا عادي بدرجة حرارة الغرفة بالحمام هناخد منه في المرة الوحدة المقدار ده مقدار معلقة كبيرة اوكي على فروة الرأس وبالذات الاماكن اللي بتحسوا فيها اشرة كتير الملح يبوش لا ما انتو شايفين قدامنا اهون اللي احنا حطينا اغلبه زيوت فحيبقى دايما رطب بالشكل ده اللي شاري سكراب اول كده او عامله قبل كده حيعرف انه حيفضل بالشكل ده فحنعمل كده ونقول حطينا نص كوباية ملح بحري الملح دوره التقشير حطينا عليهم خل التفاح وخل التفاح تقريبا حطينا معلقة صغيرة دوره يعقم جلدة الرأس حطينا كمان النيم النيم انا حقص الايدي واحنا منتكلم وحاملها سكرابين برضو لانه ده ينفع للجلد النيم قلنا بي سوالي بيقتل البكتيريا وبيقلل الاشرة حطينا الروزماري زيت الروزماري برضو تقريبا معلقة صغيرة علشان يحفز النمو حطينا زيت اللمون اللي قلنا بيحرك الدورة الدموية وبيدينا ريحة حلوة وحطينا كاربونات الصودا اللي بتعادل الحمضية والقلوية وبتخلي بي اتش بالنست سكراب وكمان حطينا استطينا في حاجة حطينا زيت جوز الهند علشان يبقى جنتل وبرطب سنة الزيت اللي فيه دي محتاجة شامبو كويس شامبو خلينا نكتب عليه هنا هنكتب نشفها بس عشان ايدي مبلولة ونعرف نكتب عليه اذا ده مقشر لفروة الرأس وعملنا مقشر لفروة الرأس طبيعي وبسيط ومكونات في البيت نقدر نستخدمه ده على مدة شهر وشهر مثلا او خمس غسلات فاول وصفة عندنا هي مقشر بيخلي جلدة رأسنا جاهزة لاستقبال الحمامات الكريم وزيوت فاكرين خلطة الزيت اللي عملناها قبل كده تقدروا ترجعوا تكتبوا خلطة الزيت الروز ماري لتخويت الشعر على اليوتيوب ميشوا وتلاقوها نهار ده هنعمل بعد الفاصل شامبو بيطري وبيقوي وبرضه بيحافظ على توازن فروة الرأس من مكونات بسيطة جدا هنعرفها بعد الفاصل اذا بالفقرة الأولى عملنا سكراب لتنظيف فروة الرأس وجاهزين دلوقتي نستخدم قولنا ما نستخدمش بعد لسكراب شامبو بالذات في البينات عارفين لما منعمل تأشير لوشنا ما منحطش ميكوب لما منفتح المسام ما منحطش حاجات كيمياء يعني مراهم أو كريمات ممكن تعمل تهيج للبشرة ممكن تعمل حساسية نفس الموضوع لشعرنا الشامبو اللي هنعمله دلوقتي محتاجين بس نشتري حاجة سمها ودي احفظوها هننجيب منها دايما عشان نعمل أنواع صابون مختلفة كاستل سوب بيور كاستل سوب دي الأساس للشامبوهات حتى الكوميرشل الأساس جودتها عالية والأورجانيك اللي تشروها ده البيز بتاع الصابون اللي تلاقوه عند المحلات المختصة بالزيوت الطبيعية في محلات كتير في مصر حتى ممكن عند العطارين اللي عندهم حاجات يعني مختصة بصنعة الصابون والحاجات دي كاستل سوب لو مخرجنا يجيبها لنا قريب يقرؤ الاسم مكتوب ازاي هو ايه الكاستل سوب بيستخدم كمان هو بيور في تنظيف الجروح وكمان للصابون وبيدخل في صناعة الدودر وكمان مناسب للوش ومنحة بالشباب وكمان هو ميلد يعني ما بيسببش حساسيات بيسببش احمرار ما بيسببش تهيج للبشرة سواء الوش أو الشعر في تكرو هنعمل منه كمان صابون لبندكر وحاجات حلوة جدا غصول للوش لحب الشباب وحاجات تانية كتير ده بيبقى الأساس بيدخلت الكاستل سوب خلوني أجيب بس هنخلط فيه بيدخلت مع المية نشوف مكونتنا عندنا ده البيز بتاع الصابون احنا قلنا عايزين نعمل شامبو جنتل على الشعر يعني مرتب وطري وما بيهيجش فروة الرأس هنحط معه كمان روزماري للنمو اهو زيت الروزماري انا كنت فتحة واحد حالا هنا زيت الروزماري انا حتلقوني بدخله بتلكك عشان ادخله بكل منتجات الشعر هو ده من يومين كنت بتفرج على برنامج مواهب يعني بيطلعوا على المسرح بيعملوا مواهب فركزوا بالكنترول فكانوا واحد وامراتوا بسرك يعني عاملين عارض زي السرك رابطين شعرهم كعكاية فوق وحطين فيه هوك وبيتسحبوا من شعرهم يعني بيتسحبوا بحبل كده من شعرهم اول سؤال اللاجنة سألتهم لهم تستخدموا انا عايز اعرف الهير روتين بتاعكم قالوا لهم الست قالت زيت الروزماري فضيع للنمو لبصيلة شعر قوية لتغذية مش الروزماري الفرش هو الاقوى منه زيت الروزماري فحناخد تقريبا هنا هتوناخد الماجرين كوب اول حاجة نبتدي بالصوب بالصابون السائل اللي قولنا ما بيسببش اي تهيض للبشرة حناخد نشوف الازازة بتاعتنا حجمها قد ايه اهي عشان نشوف الكمية هاخد كوباية الروزماري هو هو اكليل الجبل بالضبط هناخد كوباية من الكاستل سوب ودي الاساس البيز هنا على البارد لسه هي بس المفك اللي هنعمله بدرجة حرارة على البخار هنحط معها احنا منعمل شامبول المناسب لنا يعني مثلا لو حد عنده شعره دهني ازاي نركب فكرة نركب شامبول نفسنا اللي طلبتنا احنا لو انا شعري دهني هحط مع الروزماري مثلا زيت تيتري شجرة الشاي اسمه تيتري اويل معروف للأكنة حتى للحبوب بقل الدهون ممكن لو انا شعري دهني استخدمه انا شعري ناشف ازود جوز الهند زيت جوز الهند او زيت الافوغادو او زيت الججوبة فنفهم الزيوت نقرأ عنها ايه خصائصها ونبتدي ندخلها لو انا عندي اشرة ازود زيت النيم الى اخره عشان برضو القشرة هنحط كم نقطة زيت نيم هنحط دلوقتي معلقة من زيت الروزماري على الكاستل اويل وبعدين هنحط عليه هنا الافوغادو اويل لو حبين الافوغادو اويل مرتب جدا 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 ومقوي للشعر وبردو زيت جوز الهند فانا احط اما ده اما ده او خلطة من الاثنين ممكن كل مرة تغيروا فانا احط برضو معلقة من زيت جوز الهند وشوية كده من زيت الافوغادو هقلبهم طيب اذا حطينا دلوقتي الكاستل سوب وزيوت طبيعية هنقوم دلوقتي برضو احنا حطينا زيت جوز الهند صح؟ ولا ما حطتش لسه؟ حطينا طيب هناخد برضو القليل من خل التفاح بتحسه لما بتحط الشعر بينضف اكتر يعني وزي ما قلنا برضو بيقتل البكتيريا وبيقلل تأثير الزيوت على فروة الرسحة معلقة صغيرة فقط خل التفاح معلقة صغيرة طيب هنحط ايه تاني؟ هنحط برضو علشان البي اتش يكون الشامبون متوازن ولا حمدي ولا قلوي هقوم واخده برضو معلقة صغيرة كده يا دوبك معلقة شي صغيرة من كربونات السودا شايفين فارد ازاي؟ اهو كده حولناها البي اتش بالانس يعني البي اتش فيه متوازن مظبوط ولا بيدر ولا بيعمل تهيج احمرار ولا بيعمل بكتيريا الى اخره هناخد كمان جل الصبار تعالوا اواريكم جل الصبار قدامنا هنا شجرة صبار اهي الالوفيرا او الالوي فيرا هنفتح واحدة مع بعض ناخد دايما نحاولو خدو القطعة الكبيرة اخر واحدة من برا وعندنا واحدة تانية هنا لو مخرجنا برضو يجيبها لنا هقطع حتة من هنا اه جل الصبار بغنى عن التعريف وفويده للترطيب احنا كل اللي منعمله منقطعها كده وبعدين تعالوا معي منقشرها ناخد الجنبين سبحان الله هي من جوة شكلها كده زي الازاز منقشر الحتة الخضرة وطبقة الصفرة كمان اللي فوقها بتبقى عاملة ازاي ومنشيل الناحية التانية وبتبقى بصوا زي التلج زي مكعب التلج شايفينها طيب انا عندي هنا كمية تعالوا نخلطهم احنا هنعملها بكذا وصفة بحخلط كمية كده بالهند بلندر وشوفوا أصلا هي هتقلب هتقلب زي الصابون لوحدها ازاي هناخدهم هنا دول ربع كباية من جل الصبار او انا بس دول بتشاربي كبات ثانية واحدة ازا لسه ما حطناش سائل هنحط مية كمان بس عالوا الاول نضرب نضرب زي الصبار اللي بصوا بقا زي الصابون ازاي باين معنا من غير اي اضافات بصوا كأنه صابون شايفين شجرة الصبار زراعتها سهلة جدا تشتروها من المشتل مباشرة مزروعة كده قصدي رعايتها سهلة هي اصلا محوشها سوائل كتير شوية مية مرة بالاسبوع وبتبقى دايما خضرة وفرش ولو زرعتوها في الارض من الشجر اللي بيتكاثر بسرعة هتلاقوا حواريكم حاجة هتلاقوا هنا يمكن هنا ولا هنا هنا بصوا هنا بصوا دي زرعت طلعت جنبها واحدة تانية بصوا التالتة التالتة هي بتزرع لوحدها لو تحطت في التربة في الارض في مكان واسع هتلاقوها لوحدها بتتكاثر بتفرش من الحاجات اللي انصحكم بزرعتها جدا طيب هنقوم واخدين الخليط ده بصوا الصابون طالعت ازاي كأنه صابون بصوا لو مخرجنا كمان نقرب اكتر هو طالع كأنه صابون اذا حطينا ربع كوب كل الوصفات هتلاقوها على الفيسبوك هنقوم على الشامبو ده هو قوة متقيل شوية بصوا هتضربوا دلوقتي كده دربة قوية وهحط معا ميا اين الميا الميا تبقى مغلية وبردة يعني ايه فين المجنين كابس هحط معاها نص كباية ميا الميا دايما تلاقوه بوصفات الشامبوهات وحاجات كريمات الوش دي ستلد ووتر او ميا معقمة عارفين لما نيجي نخلط الانتبياتك بيجي معا ميا كده ساشية عشان نخلطه ليه الميا دي مش ميا من الحنفية او ميا من التلاجة او ميا من الازازة عشان تبقى الميا معقمة مفيش فيها بكتيريا مفيش فيها اي حاجة فانتو ممكن بالبيت تغلوا الميا وتسيبوها تبرد هذا الغليان ده بيقضي على اي بكتيريا هنحط نص كباية ميا حل وكده بقى عندنا الشامبو انتو بس اجيب مضرب سلك طبعا السلايمي ده جاي من الجل الصبر اذا ده الشامبو ده فيه زيوت مرتبة فيه زيوت محافزة لنمو فيه اتش بالانس اللي هو بالبيكينج سودا الشامبو ده فيه كمان الخل اللي بيعقم جلدة الراس الكاستل سوب الجنتل جدا على جلدة راسنا تعالوا نملاها هنا ناخدها على الازازة بسم الله الرحمن الرحيم وعملنا مع بعض الشامبو اللي تقدروا استخدموه لولادكم وليكم تغسله مرة واثنين انا بحب اغسل شعري بالذات لما يكون حطيتلي سكراب او حاجة اغسله كويس جدا جدا وماكنش قلقانة من اي ترسبات او اي حاجات ممكن تسبب التهاب لفروة الراس عايز اوريكم بس دلوقتي لو جدنا مية نخلط نقفله كده بقى عندنا شامبو هتنكتب عليه حلوة الحلقة دي صح؟ شفتوا المطبخ بيطلع منه حاجات اكتر من الاكل ازاي؟ مش بس الاكل هتنحطها بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب عليها الشامبو طبيعي ايه رأيكم؟ طيب ممكن قبل ما نطلع فاصل يا كنترول نشوف الشامبو ده حيراغي معنا ولا لا يلا بينا ناخد طبق في مية ناخد هنا مية اين الماء انا جبت المية جمي؟ نحط شوية مية هنا تعالوا بص انتو شايفين الرغاوي؟ عارفين الرغاوي المبالغ فيها قوي اللي بتطلع بالشامبوهات الكوميرشل دي مش صحية انه الحاجة بترغي بزيادة بس هنا ومش هقولكم قد ايه جنتل على البشرة لازم تجربوه عملنا السكراب نضفنا جلدة او فروة الراس عملنا الشامبو الطبيعي اللي هنستخدمه اذا نحط هنا الشامبو نحط جنبه السكراب ونرجع نعمل مع بعض ده هتحبوه جدا بقا شايفو عايزين حاجة ترتب الشعر وتغذيه ومسك طبيعي وياريت بالسدر وياريت وازاي بيطلع كريمي؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علشان انا عارف انتوا هتسألوني بتجيبوا زيوت دي منين والعطارة اللي تجيبوا منها السدر والحاجات المختلفة احنا مع اقدم عطارة في مصر رجب العطار رجب العطار هتلاقوا عنده كل زيوت زيت الروزماري وزيت القرنفل والسدر وزبدة الشيا اللي هنستخدمها دلوقتي وبزور الكتان يعني العطارة فيها اسرار جمالية كتير وزمان كانوا كل الناس تلجأ للعطارة فحاجتكم من كلها تلاقوها عند الاقدم والاشهر في مصر الرجب العطار هنروح دلوقتي لماسك للشعر الماسك ده يبان صعب سهوة سهل وفيه طبخ شوية كده اوكي الماسك ده في ايه؟ الماسك ده بيعتمد عشان نعمل ماسك للشعر مرتب خلص احنا غسلنا شعرنا والشامبو ممكن نحط الماسك عشر دقايق ممكن نغسل شعرنا نحط الماسك ونقعد فيه ساعتين تلاتة زي ما وقتنا بيسمح دي زبدة الشياء زبدة الشياء بتستخدم عشان نعمل مراهن وكرمات وحاجات كتيرة بس فيه ناس كتير ما تعرفش انه زبدة الشياء بحد ذاتها لها فوائد فوائد زبدة الشياء ايه؟ تعالوا اقول لكم زبدة الشياء الورق هنا هي نفسها انا كتبها كنت لوحدي خلص انا حفظها اصلا هي نفسها من غير اي اضافات انتي انفلاماتوري مضادة للالتهابات يعني بتعمل ايه؟ يعني هي مثلا لو عندي قلم بالمفاصل انا ممكن احطها هي نفسها مضادة للالتهابات عالية الترتيب جدا 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 فوق ما تتخيلوا وكمان فين اهو؟ وكمان هي من الحاجات اللي بتقلل تهيج البشرة بتقلل احمرار البشرة ما بتخليش فيه تحسس البشرة فلو عندنا اكزمة الناس اللي محتاجة تعزل جلدها عن المية الصراحة انا الصبح النهاردة كنت حطة منها وده انتهى على ايدي وحتى كان الشباب والصبايا معايا في البلاتوم نشتغل احنا على طول ايدينا بالمية و ايدينا في التحضيرات فبقولهم دي مناسبة لنا جدا 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 بعد ما نغسلوا ايدينا لسه مبلولة لو خدناها وهي يعني عملناها زي المرهم تقدروه يا قاعدة لأي مرهم انتوا عايزينه تسخنوها تدفوا الزيوت اللي انتوا عايزينها وترجع تجمد تدهنوها على ايديكم بتعمل طبقة عزلة الناس اللي عندها اكزمة ممنوع تتعرض للمية المية يعني عدوة الاكزمة ندهن زبدة الشية ما بتعملش اي اريتيشن ومع ذلك اللي بيراجع مع دكتور يرجع له ويتأكد انه مسموح له يستخدم زبدة الشية بس انا بقولكم عن خبرة فعلا حتى لو في حرق او حاجة احنا مش عايزينها تتعرض للمية مجرد طبقة منه كده بتعمل عزلة حتى لو حطينا ايدينا تحت المية تحتاجين كتير كده عشان تشلوها هنعمل ايه النهاردة هنعمل في حمام مائي نبتدي نحط حاجة انا هقلل المية شوية لانها كتيرة نحط حاجة زي فكرة البايريكس انه بتعرض للحرارة من غير ما يتكسر هنحطها في حمام مائي مش هنعرضهم للحرارة مباشرة هنحط كباية من زبدة الشية عشان تبتدي تسيح علي الحرارة هنضيف ايه على زبدة الشية السدر ورق السدر ما هو السدر شجرة السدر شجرة يعني بيقولوا لها خصائص كمان روحانية وعلاجية وبتطرد يعني مش عايزة اقول كلمات الواحد ساعة بيحس طاقة سلبية بتحس البيت مشحون او متكهرب يعني لها طرق كتير بس ده ورق السدر اللي لو مش لقينه مطحون باودر كده تقدروا تاخدوه تحطوه في زي كبة البهارات وتطحنوه ده ورق السدر هنحط معاها ورق السدر ورق السدر كلنا بنسمع قد ايه هو بيطول الشعر بيعمل طبقة على الشعر عزلة كده بتحميه من التكسر والتقصف وده شيء مهم كمان السدر اقرأ لكم هنا اكتر وراق السدر بتحتوي عالق هي مضادة للبكتيريا والفطريات اللي قلنا هي اللي بتسبب التساقط وبتحميه من اشعة الشمس على فكرة الشعر ليواقي شمسي يعني من الحاجات لما نروح نعمل تاني جوبحر كتير احنا نعمل دامج للشعر يعني انا بحط زيوت على شعري قبل منزل المية او البسين عشان امنع فكرة انه المية او الكلور او الملح كتير يضر الشعر كمان بترتبه من خلال اللي هو السدر طبقة شمعية بتحميم الجفاف والتكسر وبتحتوي على فيتامين الف وجيم ودل وبه كمان طيب هنعمل ايه هناخد معلقتين من ورق السدر السدر نفسه بقى ناشف ويقال انه كتير ناس بيعملوا ماسكات بورق السدر بينشف شعرهم هو بيحمي بس ممكن ينشف عشان كده منحط معاه حاجات ترتب هاخد بس خليه بتدي يسيح ممكن اغطي كده عشان البخار يخلي يسيح طيب نقول المكونات لحد ما تسيح عندنا معلقتين كبار من السدر المطحون عندنا كمان للترتيب هنستخدم زيت جوز الهند او زيت تسمعوا زيت الججوبة هي بتتكتب جي او جي او بي اي بس هي عشان من لاتن امريكا زي ما بنقول هالابينيو الفلفل اللي هو حراء ده المخلل هي بتتكتب الهالابينيو بالجي جالابينيو فهي بتتنتق ها فنطقص نطقص صحيحي هوهوفا اويل ده مرتب قوي جدا 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 موجود برضو عند العطارين فعندكم اختيارات ما بين زيت جوز الهند زيت الججوبة او زيت الابوغادو او قولنا جوز الهند الابوغادو او ججوبة هنحط برضو النيم علشان تقوية الشعر قولنا كمان بيقلل الاشراء هنحط شوية منه استخدامه النهاردة كتير وحنحط نقطتين انا الروز ماري قلتلكم معايا في كل اعمالي في ما يخص الشعر كمان من الحاجات اللي بترطب عندي برضو جل الصبار وحاجة مهمة جدا هنستخدمها بالوصفتين الجايين دي والتانية جذور الكتان بذر الكتان بيطلع منه جل رباني طبيعي بذر الكتان اللي بتعمل منه الزيت الحار كل اللي هنعمله انه نحط كباية بذر كتان معا ميا في حل على النار هتشوفوا مع بعض 4-5 زائق بالكتير هحط قدها مثلا الكباية وصدها كباية ونص ميا واحطهم على حرارة متوسطة العالية ومع الغليان بتطلع الجل الجل بتاع البذر الكتان فاذا احنا هنا عندنا العناصر كلها ابتدت ابتدت كامل انا هنا بصوا اهي لما بتسيح تبقى زي الزيت بصوا شايفين بتسيح هبتدي اضيف عليها المكونات اللي معانا هنحط ربع كوب من زيت جوز الهند او ربع كوب من الجوجوبة او ربع كوب من الافوغادو اويل زيت الافوغادو او اعملوا ميكس منهم كلهم التلاتة درهم هنا الترفيب المسك مفروض يلمع ويرطب طيب هنحط قولنا زيت النيم علشان التغذية وعشان ما تحصلش اشرة لان المسك ممكن يكون اشرة وهو انا عايز اقولكم النيم احنا كاتبين عنه هنا زيت النيم تعالوا نقر عنه شوية غني بيتامين ها ومضاد للأكسادة اللي بتساعد على تجديد خلايا الجلد والبشرة بيقلل من ظهور الاشرة قولنا كمان بيحسن من تدفق الدم لفروط الرأس وكمان بيقلل تجاعد وتقصف الشعر ودي شيء مهم مع السدر هما الاثنين بتتكسر والتقصف وتجعيد الشعر فده رائع للناس اللي عندها شعر كيرلي كمان بيقل لكم حاجة مهمة زيت النيم زي فكرة الشيح النيم ساعات يقولك اخلطه بمية ورشه في قصريات الزرع في البيت عارفين بيعمل ايه كنترول بيقلل الحشرات اللي بتيجيه اول او بقع على النبات فبالتالي لو تستخدم على الشعر بيمنع ايه من الحاجات اللي ولدنا بيجيبوه لنا من المدارس مع انها ملهاش قوي علاقة بالنظافة بالعكس كل ما يكون الشعر انضف كل ما يمكن يتعرض له الامل وبقى من اوبئة الشعر اللي يعني منعرفش نتعامل معاه زيت النيم مع مية وبختين منه كل يوم على الشعر تمنع تماما ظهور الامل وبتعالج لو لقدر الله ولادنا رجعوا البيت لانه لو واحد في الفصل عنده خلاص انتشر وكمان بيحافظ على رطوبة الشعري يفضل الشعر طريق فحطينا كده زيت النيم انا حطيت ولا حنحط ولا ايه حنحط شوية لأ ما حطتش لأ لانه لونه اصفر بيبان دلوقتي حناخد السدر معلقتين من بودرة السدر ويبتدوا بقى لحد ما تسيح تماما بصوا بقى لونه عامل ازاي اخضر اذا هنا حطينا الزيوت المرتبة زيت النيم وحطينا السدر وحطينا اللي هي ما تلخبطونيش كنترول حطينا الزيوت المرتبة على اختياراتها يعني الابوغادو او الكوكونات جوز الهند او قولنا الجوجوبة وحطينا النيم علشان تطهير الشعر وفروة الراس والقشرة والتنعيم الاخره والترتيب وحطينا زبدة الشيعة بيسيحوا مع بعض اهم تعالوا شوفوا بزور الكتان بصوا بقى تجل ازاي اهو تبديد تطلع رغاوي وتبقى زي الجل هتتقل اكتر دلوقتي بس انا عايزة اعمل حاجة هنجهز اهو هنجهز جنبنا مصفة ونصفيها بصوا بصوا كل ما تغلي بتعمل بابلز اكتر بصوا المادة الجيلتانية دي هنحتاج منها ربع كوباية والربع كوباية دي التانية هنحطها او اكتر هنحطها في جل الشعر خليها شوية على النار عشان تتقل اكتر اذا هنا منتظرين الزبدة الشيعة تسيح تماما هنا حواطي النار شوية منتظرين الجل وهنا هنصفيهم هحمس الناس بس قبل ما نطلع فاصل هنعمل ايه بعد الفاصل الخليط ده لما يسيح تماما هنقوم حطينه في التلاجة هل ترى يا ترى هل يا ترى الشاف هو ده الماسك شكله كده مش كريمي ولا مرهمي هنعرف بعد الفاصل استنونا بزور الكتان مع المياه على النار عشر دقايق وتصفوها بمصفة وبتطلع شايفين الجل الطبيعي ده جل طبيعي رباني هنستخدمه مرتب ده هو والصبار من اكتر الحاجات المرتبة هنستخدمه دلوقتي في ماسك الشعر وده اللي هنعمل منه الجل اذا بصوا هنا عندي الخليط اللي حطيناه الشيعة مع الزيوت مع السدر هقوم حطي عليه دلوقتي ربع كباية فلاكسي جل جل بزور الكتان وهحط شوية عليه من الصبار رفس الموضوع اخدنا الصبار قطعناه ضربناه بالكبة حط كمان ربع كباية اذا عندنا ربع كباية وربع كباية مع المقادير اللي كلها ما تقلقوش هتلاقوها على الفيسبوك هنخلط الخليط ده كويس عشان بس ندوب التنين المرتبين التلات حاجات المرتبة اللي محتوطة هنا سواء زيت الجوز الهند او الابوغادو او قولنا الججوبة او الهوهوبة وحطينا جل الصبار وجل الفلاكسيد ده حيتحط في التلاجة حل خلاص ده حيتحط في التلاجة لحد ما يتحول مش فريزر يتحول بصوا طريق هتقوموا عاملين ايه شايفين طريق هتقوموا جايبين مضرب بيض جاهزين تخليك معنا هنا يا مخرجنا هنضربه ونخلي قوامه كريمي بصوا بس كده خطوة بتحوله لقوام كريمي بصوا هجيب معلقتين كده نشوف مع بعض القوام بصوا بقى قوامه زي ماسك الشعر ماسك ولا مش ماسك ماسك للشعر بيتين الخطوة دي بتفرق جدا واللي بيعمل الخطوة دي من غير ما يكون فيه زبدة شيئة مش هتزبط إذن زبدة شيئة هي اللي لما تضرب سواء منعمل كريم للوش منعمل كريم مرهة منعمل للشعر هي اللي بتدينا كأنه منعمل كريم الباني يعني هي اللي بتدينا القوام ده هنقوم حطين الكريم ده هنا طيب هتسألوني ده نحفظه برا التلاجة ولا في التلاجة صح؟ الشامبول لأنه احنا مش حطين مواد حفظة أفضل تحفظوه الوقت الاستخدام في التلاجة مش عايزين أي بكتيريا تتكون من إنه فتحنا العلبة دخل هوا مش عايزين بكتيريا في شعرنا فإحنا على فكرة ناس كتير بتستخدم تلاجة صغيرة كده لمنتجات البشرة والوش بشكل عام يعني الشعر كمان هنعمل كده وبقى عندنا هننضفها من جوه ماسك مرتب مغذي بغذي فروط الرأس للتقصف للتكسير لا اللي نسموها بتكتبوا على عرفين لما بتقروا على أزالي الشامبو for brittle hair for damage و breakage الكلام اللي هو بتاع الماركتينج ده كل موجود هنا خلوني نضفها من جوه ونكتب عليها ماسك ترتيب وتغذية الشعر ده ما حطينا فيه روزماري صح أنا ما بتيبش الروزماري في أي حاجة للشعر فهنكتب بسح ايدي بس ماسك ترتيب للشعر بدلعكم أنا السكراب عندنا هنا الشامبو والماسك فضلنا دلوقتي إذن نضفنا يا فروة الرأس غسلنا بشامبو مرتب ومطري ومغذي عملنا الماسك حطنا يقيمة بعد الحمام شوية أو لفنا فيه شعرنا ويا سلام لو فوتة سخنة هتقولوني ليه الفوتة السخنة هقولكم فوتة السخنة بتفتح المثام فنحط الماسك ندعاكه كويس نلم شعرنا بتوكا أو كليب نعمل فوتة كده على قد ما نستحملها سخنة ننزل رأسنا كده نحطها ونلفها بتدخل كده هتحسوا أنا ماعمل ماسك من غير فوتة أو ماسك بفوتة الفرق الضعف بالفوتة بحس إنه شعري كده تشرب ونضف بعدين بفتح عليه مية دافية نقفل آخر حاجة مية دافية لفترة يعني مش سخنة وآخر حاجة وننزل كل لو بلمشت على الخفيف كده ننزل كل نضف ورية رأسنا كويس شعر عايزين أي بواقي على الشعر بس ما تقلقوش عندكم سكرابت نضفوها كل فترة ننزل كل الماسك وبعدين مية سقعة تقفل المسام نقفل مسام الشعر كده عشان الزيوت وما تبقاش المية السخنة هي آخر حاجة يتعرض لها شعرنا خلاص خلصنا وخرجنا وشعرينا كيرلي أو عايزين نعمل جل كده سريع هنعمل إيه؟ حاجتين إحنا عاملينهم قردي عندنا ألوبيرا ضربناه وعندنا جل الصبار جل الفلاكسيد مقدرين متسويين بسوا عامل زي الجل إزاي بسوا جل طبيعي من غير أي كيمويات أو سبغات أو ألوان وبيعمل إيه؟ مش هحكي لكم بجد الإفاكت بعد تاع الشعر كيرلي يعني أنا من الحاجات الناس اللي شعراها كيرلي عارفاها أنه مش عايزين هيشان ومش عايزين برضو بنفس الوقت يبقى شعرهم يحطوا جل فيبقى ملزق ده الشعر مبلول نخلطهم تعالوا بس مع بعض كده ضربة واحدة وبعدين أستأذن الكنترول في دقيقة ينفع الحلقة حلوة ومستهلة نجيب علبة عندنا كده وننقلهم بصوا أهو جل طبيعي بسيط حنقوم واخدينه على قدينا رجالة أو ستات وعلى شعرنا حيعمل أحلى كيرلز وحيغزي وحيرطب الشعر من غير أي أضرار للشعر تعالوا نغطيه ونكتب عليه برضو جل طبيعي للشعر إيه رأيكم هنفتح كده مع بعض أوريكم قوامه لما نفتح الإزازة كده تاخدوا شوية منه الكمية اللي انتوا عايزينها قوامه شايفين وما بيعدش يعني أنا وفرجته على إيدي ده على فكرة يعني ده ليه استخدامات كتير يعني هو مرتب ما فيش أي مادة كيموية أوكي ومأحلال الحروق والجروح يا جماعة الواحدة زي على طول ده من الأسبوع اللي فات بالفرن كنت بطلع حاجة والله ما فاكرة إيه من الفرن على طول بحتاج لجل الصباري بقى جنبي يعني مثل البيت عندي واحدة في المطبخ وهنا خلاص بقى عندي في الستوديو بصوا نقدر نستخدمه على جلدنا وعلى شعرنا بكل أمان حصاد حلقة اليوم البرودكت الرائعة دي من ما طبخنا من الحاجات الطبيعية لا ضرر ولا ضرار كلها نقدر نجيب حاجاتها من العطار ومتنسوش خلطة زيت الخروع مع زيت جوز الهند وزيت الروزماري مرة بعملها تلات مرات في الأسبوع بغسل شعري بالسكراب وبعدين بحطها وأنا عن نفسي كمي تقلونيش أنا لازم أنام فيها هدي شعري فرصة يمتص كل الزيوت دي ودي اللي ساعدتني إنه شعري يتقل مع الروتين ده عايز أعرف منكم رأيكم جربوه ومستمرين إن شاء الله صحتك وجمالك في مطبخك يعني دايما معانا ومش هنسيب أي حاجة مفيدة لنا في الطبيعة ما نتكلمش عنها بحبوكم جدا حلقتنا بتتعاد ساعة 3 العصر على قهرون السنين وكمان على اليوتيوب وعلى الفيسبوك Harvey بجزي رحظي بجزي رحظي اشتركوا في القناة